الحقيقة انا شاهد عيان على كلام الدكتور خالد الحقيقة وزير العمري رجل محترم الله يرحمه كان فعال للخير كان رجل بيحب النادي الاهلي جدا 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 الله يرحمه طيب عايز اتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مباراة الاهلي والزمالك مباراة قمة طبعا قمة قطبي كرة القدم المصرية طبعا المباراة من الجمعة الساعة 8 مساء في الرياض العاصمة السعودية مواجهة مهمة جدا لفريق النادي الاهلي بتعتبر واحدة من اهم المواجهات ومن اهم البطولات في ظل هذه الحالة الرائعة ما بين الفريقين وما بين الجماهير وما بين اعضاء مجالس الادارة وما بين رؤساء النادي هنا وهنا وبالتالي انت رايح تلعب كرة قدم فقط سواء النادي الاهلي او حتى نادي الزمالك اتمنى طبعا من كل قلبي ان يستطيع النادي الاهلي ان يتوج بلقب هذه البطولة لان التتويق بلقب هذه البطولة حيمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة جدا جدا على مدار بقية الموسم انت بتفوز على النادي المنافس نادي الزمالك تاني افضل نادي في مصر بالارقام انا هنا عشان بس محدش يقولي حتى الان لم يتم الافصاح عن اسم حكم المباراة ويكونوا ودوا لكل فريق حقه لا يتبقى الا خطة كولر في هذه المباراة وخطة جميس خطة كولر اتمنى ان يتفوق كولر في هذه المباراة ويؤكد ان هذه الاهلي تفوقوا وريادتوا في مثل هذه المواجهات اللي اكيد زي ما قلت لحضراتكم بتعتبر بطولة خاصة انت لو الاهلي لعبت زمالك ماتش ودي بتبقى بطولة خاصة الحقيقة فما بالك انها بطولة مهمة ورسمية حتقام وسط 30 الف متفرق 15 هنا و15 هنا المواجهة فيها العديد والعديد من اللقطات اللي ممكن نتكلم عنها ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي وتكون تأكيد لتفوق كولر في جميع المباراة اللي خضها امام نادي الزمالك حتى الان قدر يحسن كل هذه المباراة لصالحه منذ ان تولى مهمة القيادة الفنية للنادي الاهلي المباراة فرصة لجميع لعبت النادي الاهلي لانثبات انفسهم انا ما بحبش اقول انثبات انفسهم ولكن احب اقول ايه ان مثل هذه المباراة هي الهدية لجماهركم انا لو لعب مش هفكر غير في شيء واحد فقط كيف استطيع ان افوز في هذه المباراة عشان اكسب وعشان بطولات تزيد وعشان اخد فلو كل كل ده كلام حلو ورائع وكل حاجة ولكن انا لو لعب هيبقى نمرة واحد بالنسبة لي حضراتكم جمهور النادي الاهلي وجميع اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي لا ينظروا الا في هذه المباراة الا عشان خطر اسعاد جمهور النادي الاهلي انا مش عايز اتكلم على لعيب انا بتكلم على كل الفرقة الفرقة مركزة تركيز تام وكبير جدا 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 علشان اسعاد جمهور النادي الاهلي فقط لا غير اتمنى ان كولر يكون ان شاء الله مركز في هذه المباراة يستطيع ان يتخذ القرارات المناسبة في هذه المباراة لانها قرارات ستكون مصيرية بالنسبة للمباراة عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن ارقام النادي الاهلي القياسية في بطولة كأس مصر وتاريخ حافل وكبير ومشرف للقرارة العمراء